موسيقى الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي مع بولغاري على شقة الأصايدة موسيقى الرئيس السيسي يوجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية موسيقى البيت الأبيض يؤكد عدم وجود دليل على تحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي موسيقى منتصف ليلة القاهرة العاشرة بتوقيت جراناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم والبداية مع هشام عبدالتو أهلا بك هشام أهلا بك نادا وأهلا بكم مشاهدين أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على متنة العلاقات الودية بين مصر وبولغاريا وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شقة الأصايدة إلى جانبي زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي للتواكبي مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس جمهورية بلغاريا وصرح المتحدث الرسمي باسم لئاسة الجمهورية لأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية فضلا عن التعاون في مجال الطاقة وأكد الرئيس البلغاري خلال الاتصال الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر وذلك في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وكذلك جهود مصر النجاحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء وفي اجتماع آخر برئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير إدارة الأشغال العسكرية لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر وجه الرئيس سيسي بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا داخل المدينة الطبية الجديدة في معهد ناصر بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة كما وجه الرئيس بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية وبتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع في مبادرة قوائم الانتظار اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبية وإدارة التكنولوجيا الطبية والسيد اللواء هشام مصطفى السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والسيد اللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية والسيد عميد دكتور مهندس أحمد صلاح أبو العزم استشاري المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن السيد الرئيس أوجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبية على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات لاستهلاك الحالي والمستقبلية من المستلزمات الطبية والدواء وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فاعلية الإدارة والتشغيل كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والسيد اللواء هشام مصطفى السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والسيد اللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية لاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر وقد عرض السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الخريطة الصحية للدولة والتي تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة أنواعها الحكومية والخاصة والأهلية وتجهيزاتها الطبية بالإضافة إلى القوى البشرية من التواقم الطبية فضلاً عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين كما طلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية موجهاً سيادته بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين وقد استعرض وزير الصحة والسكان في هذا الصياق الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر والتي تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة و45 غرفة عمليات كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة بسعة 400 سرير والتي ستقدم خدماتها لنحو ثلاثة ملايين نسمة وتعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبية يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية كما عرض السيد وزير الصحة الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدار أربع سنوات منذ انطلاقها بمشاركة 466 مستشفى حكومي وخاص حيث نجحت في علاج مليون وثلاثمائة وسبعين ألف مريض بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيها وقد وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع في المبادرة وإضافة تخصصات جراحية جديدة مع أهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلاة عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع بالنظر لكونه مشروعا استراتيجيا يتصق مع جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وكذلك تحقيق الأمن الغذائي إلى جانب مساهمة هذا المشروع في تعظيم فرص الإنتاج الزراعي بجودة عالية وفتح فرص للتصدير أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بتطوير منطقة شق الثعبان والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق سعيا لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت وخلال لقاء مع عدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة شق الثعبان أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع الصناعة مشيرا إلى أن أعمال رفع كفاءة المنطقة تشتمل على تطوير وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية بالمنطقة بحيث تكون صديقة للبيئة استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر يدعم جهود التصدي للتغيرات المناخية ويرفع مستوى معيشة المواطنين وتضمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية حيث أشار البنك الدولي إلى أن مصر تتبنى للمرة الأولى برنامجا وطنيا للإسكان يرتكز على ممارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان التي يتم إنشاؤها الأمر الذي من شأنه أن يكون له مردود إيجابي على البيئة في مصر وكذا على المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود لافتا إلى أن هذا البرنامج يحقق في الوقت ذاته منافع تتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية وذلك من خلال ممارسات البناء التي تتميز بالكفاءة في استخدامها للطاقة وكونها صديقة للبيئة كما أكد البنك الدولي التزامه من خلال نظام الهرم الأخضر بالاستمرار في دعم مساعي مصر الطموحة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية لسيما مع اقتراب استضافتها لمؤتمر كوب 27 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ عقدت وزارة الداخلية بالتنصيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفر الإسبانية بالقاهرة والمجلس القومي للمرأة عقدت دورة تدريبية لمسؤولي إنفاذ القانون في مجال جرائم العنف ضد المرأة وذلك بمقر أكاديمية الشرطة إدراكاً لأهمية الدور الوطني للمرأة في بناء وتنمية المجتمع والحرص على حماية وصيانة حقوقها فقد عقدت وزارة الداخلية بالتنصيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفر الأسبانية بالقاهرة والمجلس القومي للمرأة دورة تدريبية لمسؤولي إنفاذ القانون في مجال جرائم العنف ضد المرأة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف بمقر أكاديمية الشرطة وتهدف إلى إسقال وتنمية مهارات الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة نهاردة من نلاقي التحرك والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحول الإنسان والخاصة بالمحور المقتص بحماية المرأة من العنف والتعامل مع هذه القضايا في أطر الإحالة القانونية الموجودة في مصر التعاون مع أكاديمية الشرطة خطوة كبيرة جداً في تاريخ الأكاديمية والمحور الخاص بالعنف ضد المرأة من المحاور الأساسية للتعاون مع أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية بالطبع في طرح على حالات التحرك والمحور الخاص بالحالة والمحورة للإمقرار والحسنة للتعاوني ومترجم بشكل مفروسيات الموجودة ومترجم بشكل مفروسيات المترجمية ومترجم بشكل مجلسيات المترجمية وقد حرصت وزارة الداخلية ومن خلال قطاع حقوق الإنسان على التأكيد على الخطوات التي قطعتها لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة والذي تمثل أبرزها في استحداث كيانات متخصصة لتلقي البلاغات من هذا النوع واستحداث آليات لتلقي شكاوة مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي للحالات التي تعرضت لأي شكل من أشكال العنف والتوسع في دور العناصر الشراطية النسائية في هذا الإطار وتكثيف الدوريات والخدمات الأمنية خاصة في المناسبات للتصدي لتلك الظواهر من worthy المناسب لذلك كيف أن نتعرف ونحرق أقل بالفعل بشيئ المنجمات ونحرق نجاح لتفعل المنطقة المنطقة وتؤكد تلك الدورة على أن المنظومات الاجتماعية لوزارة الداخلية هي امتداد للمنظومة الأمنية وأنها الملازل آمن لحماية المرأة من كافة أشكال العنف في ظل العمل المتواصل لبناء قدرات الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وتصدي لمرتكبيها وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 117 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 34 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 63 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 20 طن أسمنت كما تم ضبط 719 قضية من بينها 66 قضية خبز ناقص الوزن وتسعون قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز وقعت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية بروتوكولا تعاوناً مع وزارة الثقافة حول إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمر عطوى رئيس هيئة قصور الثقافة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مشروع سينما الشعب سبق وأعلنته وزارة الثقافة متمثلاً في هيئة قصور الثقافة التي تعرض أفلاماً في قصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة بمقابل مد بسيط يبدأ من 20 جنيهاً وذلك لإتاحت جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة واتفق الترفان على تطوير مشروع سينما الشعب خلال الفترة القادمة وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي البغيد الذي استهدف مدرسة في مدينة إجافسك بروسيا وأصفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الضحايا من بينهم أطفال وعربت الخارجية في بيان لها أن خالص التعازي لحكومة وشعب روسيا الاتحادية وذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم متمنية الشفاء العاجل للمصابين أقر البرلمان اللبناني الموازنة المالية الجديدة بأغلبية أعضائه وتشير وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن البرلمان أقر ميزانيته أو ميزانيت 2022 بأغلبية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتنع 6 نواب عن التصويت حدد مجلس النواب العراقي غدا الأربعاء موعدا لعقد جلسة للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وقال المجلس إن جدوى الأعمال الجلسة تتضمن التصويت على انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج وأعلن بيان رئاسة الجمهورية التونسية أن الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد وشدد رئيس تونس على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين كما أشار إلى أن عددا من الأزمات تتم بهدف توظيفها سياسيا قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي إن الديمقراطية لتونس تمثل لها خيارا وطنيا لا تحيد عنه وفي كلمة له أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه ليس هناك نظام ديمقراطي واحد لكل الدول بل لكل دولة ديمقراطيتها حسب ظروفها ومبادئها وأضاف أن العالم أمام لحظة تاريخية ومصرية مشتركة وأكدا أن العالم يواجه أزمة غذاء وطاقة نتيجة تعطل مصارات الإمداد دعيا إلى حلول تقي العالم أزمات الغد وهي لا يمكن أن تصاغ ضمن سياسات تقليدية اشتركوا في القناة أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لم ترصد أي تحرقات روسية تشير إلى نية الجيش الروسي استخدام السلاح النووي وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبير أن بلادها تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد مضيفة في الوقت ذاتها أن واشنطن وحلفاءها مستعدون لفرض تكاليف اقتصادية إضافية على روسيا حال انضمام دونسكو ومقاطعتين خيرسون وزابوريجيا شرق وجنوب أوكرانيا إليها نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمريكي مطلع قوله أن أعضاء الكونغرس الذين يتفوضون على فطورة إنفاق اتفقوا على أن تشمل مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 12 مليار دولار وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة أمنية مدنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 457 مليون وخمسمائة ألف دولار وقال البيان إن الإعانات تهدف لمساعدة وكالة إنفادي القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية قال وزير الدفاع الليتواني إن بلاده سلمت أوكرانيا 50 مركبة مدرعة من طراز M113 أمريكية الصنع ووفقا له ستناقش ليتوانيا مع حلفاء النيتو موضوع إرسال المزيد من الدعم لأوكرانيا وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تتسلم بلاده عربات مدرعة أمريكية من طراز JLTV كتعويض لها عن المعدات التي تم تسليمها إلى أوكرانيا أعلنت الحكومة البريطانية حزمة عقوبات جديدة على موسكو طالت 92 كياناً وشخصية وجاءت هذه العقوبات على خلفية الاستفتاءات التي تجريها موسكو على ضم أراضي أوكرانية للالتحاد الروسي وقالت الحكومة البريطانية في بيان أن من بين الذين خضعوا لعقوبات مسؤولين روس وكبار شاركوا في فرض التصويت بهذه المناطق الأوكرانية فضلاً عن رجال أعمال روس ومديرين تنفيذيين من البنوك الكبرى المملوكة للدولة الروسية تواصلت عمليات الاستفتاء التي أعلنت عنها روسيا في مناطق دوناتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا وعلنت مفوضية الانتخابات في لوهانسك أن نسبة المشاركة لليوم الرابع في الاستفتاء بلغت 83.61% بينما بلغت في خيرسون أكثر من 63% في حين تجاوزت في منطقة زابوريجيا حاجز 66% ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في مجلس الدومة الروسي أن إجراءات انضمام تلك المناطق إلى روسيا قد تتم في الثلاثين من سبتمبر الجاري أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه لا توجد قيود على حركة المواطنين خلال فترة التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا وأضفت الوزارة بأنه لا ضرورة لفرد قيود على حركة المواطنين خلال فترة التعبئة وأكدت الوزارة أن قرار التعبئة الجزئية سيكون له تأثير على اقتصاد البلاد وهو ما سيأخذ بعين الاعتبار من قبل عدد من المؤسسات ولسيما المتعلقة بالصناعات الدفاعية وذكرت الوزارة أن التعبئة لن تؤثر على فئة معينة من السكان كالعاملين في المجالات المالية والرقمية والمعلوماتية وعلى وجه الخصوص موظفي شركة تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام ومشغيل الاتصالات أقر الكريملين بحدوث أخطاء في جهود استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا أوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه تم تسجيل حالات تم فيها انتهاك مرسوم الاستدعاء معربا عن أمله في أن تصحح هذه الأخطاء كما شدد على أن السلطات الروسية لم تتخذ بعد قرارا بشان إغلاق الحدود أمام الرجال في سن القتال أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتتي لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا وقال زيلنسكي أنه أجرى حديثا مثمر مع رئيس وزراء هولندا ونقشاء الوضع في الجبهة وتقديم المزيد من الدعم الدفاعي لأوكرانيا وأضف زيلنسكي أن أوكرانيا وهولندا تتفقان على ضرورة أن يتفعل العالم بشكل حاسم مع الاستفتاءات الزائفة التي نظمتها روسيا داخل بعض المناطق التباعة لأوكرانيا وأن يزداد ذلك من الضغط العقوبات على الاتحاد الروسي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يجب أن يعامل روسيا باحترام جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين مع نظيره البيلاروسي أليكساندر لوكاشانكو لبحث الخطط المشتركة في قطاعي الكيمياء والغذاء وكذلك توريد الأسمدة البيلاروسية إلى الأسواق العالمية من جانبه أعرباء لوكاشانكو عن ثقته من أن روسيا وبيلاروسيا ستنتصران في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليهم موسيقى 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 ن tangible 2007 موسيقى أبداً تريد أن تنميسي الروسيسي الأنراء أعلنت روسيا تسجيل انخفاض في ضغط الغاز عبر خط أنبيب نوردستريم واحد وأكدت موسكو أنه يجري التحقيق في أسباب الواقعة وفي وقت سابق أعلنت الشركة المسؤولة عن مشروع نوردستريم 2 عن انخفاض حاد في الضغط في أحد أنبوبي المشروع الممتد من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق وقالت الشركة أن الخط تعرض لحالة طارئة بمقطعه في المياه الدنماركية وأنه تم فرض منطقة عزلة بطول خمسة أميال بحرية بمحاداته كما أكدت دنمارك رصد تسر بغاز في بحر البلطيق بالقرب من خط نوردستريم 2 تخطط المفوضية الأوروبية لمناقشة جدوى فرض صقف على أسعار الغاز الطبيعي وذلك خلال اجتماع من المقرر أن ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة حسب ما ذكرت شبكة بلومبرغ نقلا عن دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي وبحسب معلومات الوكالة فإن الوثيقة الخاصة بأسعار الغاز الهامشية ستناقش أولا غدا الأربعاء على مستوى ممثل الحكومات ثم في الثلاثين من سبتمبر في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي رجحت وكالة بلومبرغ أن يؤجل الاتحاد الأوروبي التواصل إلى اتفاق بشأن فرض صقف لأسعار النفط الروسي إلى ما بعد الاتفاق على حزمة عقوبة أوسع وذلك بسبب اعتراضات بعض أعضائه وقالت الوكالة إن دول التكتل تواصل الجهود للتواصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية فيما تعتبر قبرص والمجر بين الدول التي أعربت عن معارضتها لمقترح صقف النفط هذا ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات في الاتحاد الأوروبي بالإجماع مما يمنح كل دولة حق نقد فاعلا أعلنت حكومات في أوروبا عن خطط لترشيد استهلاك الطاقة استعدادا لموسم الشتاء كما قد تقوم بعض الحكومات بتقنين استخدام الطاقة إذا لازم الأمر ويأتي ذلك بعد وقف إمدادات الغاز عبر خط نوردستريم واحد نهاية أغسطس الماضي ما دفع الدول الأوروبية للبحث عن مصادر بديلة للغاز المزيد مشاهدين في التقرير التالي مع اقتراب موسم الشتاء في أوروبا قبل الموعد الطباعي يبدأ الاختبار الفعلي للجهود الأوروبية في تأمين إمدادات الغاز منذ فرضها عقوبة على موسكو وأعلنت حكومة في أوروبا عن خطط لترشيد استهلاك الطاقة استعدادا للشتاء كما قد تقوم بعض الحكومات بتقنين استخدام الطاقة إذا لازم الأمر وتأتي الخطوة الأوروبية بعد أن قامت روسيا بوقف إمدادات الغاز عبر خط نوردستريمون نهاية أغسطس الماضي ما دفع الدول الأوروبية للبحث عن مصادر بديلة للغاز إلا أن الحل الأمثل هو ترشيد الاستهلاك طواعية من قبل المستهلكين وفي الوقت الذي تطلق فيه العديد من الحكومة الأوروبية خططا لدعم المستهلكين بمليارات الدولارات فإن الأمل يتمثل في عدم استخدام المستهلكين لأجهزة التدفئة حتى تبدأ الأشهر الباردة على جانب آخر يكلف شراء الغاز من النرويج الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو لذلك يتم التفاوض بين الطرفين بهذا الشأن إلا أن رئيس وزارة النرويج قد قال في وقت سابق إنه يشكك في إمكان تحديد صقف لسعر الغاز في الوقت نفسه قال النائب في البرلمان الأوروبي باسكال كنفان إن تحديد صقف لسعر الغاز الذي توفره النرويج للدول الأوروبية الباحثة عن بدائل من الغاز الروسي هو مسألة تضامن بين حلفاء الاتحاد معربا عن أمله في التوصل لاتفاق جيد بين الأطراف هذا الأسبوع أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العالم يمر بفترة من عدم اليقين في ذل ارتفاع تضخم واستمرار الأزمة في أوكرانيا ودع بايدن الشركة المشغلة لمحطات الوقود الأمريكية إلى خفض الأسعار فورا مؤكدا أن الولايات المتحدة يمكنها تجاوز التحديات العالمية أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن الوضع سيزداد سوءا قبل أن يبدأ في التحسن بنسبة للاقتصاد الأوروبي وأضافت لاجارد في كلمة أمام البرلمان الأوروبي أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وعربت عن توقعها برفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى خلال الاجتماعات القادمة موضحة أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية أكد بنك إنجلترا أنه لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة عند الضرورة وذلك بعد هبوط غير مسبوق في سعر الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي ولم يقرر البنك تطبيق زيادة طارئة على معدلات الفائدة خلال اجتماعه أمسا لاثنين وقال البنك إنه يراقب التطورات في الأسواق العالمية عن كثب في ضوء إعادة تسعير الأصول المالية الكبيرة مضيفا أنه سيقيم بشكل كامل خطط الحكومة البريطانية لتخفيض الدرائب المثيرة للجدل في اجتماع السياسة القادمة المقرر في الثالث من نوفمبر المقبل تتوقع فرنسا طباط النموها بشكل كبير العمل مقبل وسط مخاوف الركود الاقتصادي في ألمانيا وفي ظل معاناة الاقتصاد الأوروبي من تدعيات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا واستندت موازنة فرنسا التي تعد ثاني أكبر الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي إلى معدل نمو متوقع يبلغ واحدا في المائة العام المقبل مقرنة باثنين فاصل سبعة في المائة العام الجاري وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن التضخم في البلاد سيبلغ ستة في المائة في الأشهر المقبلة وسيتراجع إلى أربعة في المائة في وقت لاحق من العام المقبل سجل سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو ارتفاعا جديدا حيث جرى تدول اليورو دون مستوى ستة وخمسين روبل بعد أن فاق ثمانين روبل قبل العقوبات وتراجع سعر صرف الدولار إلى سبعة وخمسين فاصل ثمانين روبل وذلك وفقا لبيانات هورسا موسكو خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي 2.2% خلال العام المقبل بدلا من التقدير السابق والبالغ 2.8% وذلك في ظل تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة لمواجهة التضخم لكنها لا تزال تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 3% هذا العام وذكرت المنظمة في تقريرها أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد فترة ممتدة من النمو الضعيف واستحتمالات بمزيد من التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى تراجعت الثقة في قطاع الأعمال في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي إلى أدنى مستوياتها في 28 شهر مع تعمق المخاوف بشأن أزمة التقر التي من المتوقع أن تدفع الاقتصاد نحو الركود هذا الشتاء وانخفض مؤشر إيفو للثقة في الأعمال إلى 84.3 نقاط خلال أغسطس الماضي من 88.6 نقاط في يوليو وأوضح المعهد أن التباطؤ كان واضحا في جميع القطاعات الأربعة للاقتصاد الألمانية مضيفا أن تشاؤم قد زاد بصورة كبيرة بالنسبة للأشهر المقبلة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارش دعا الدول الأعضاء إلى العضول عن التهديد بكارثة عالمية محتملة في حقبة الابتزاز النووي والعودة للالتزام بالسلام جاء ذلك في كلمة لجوتارش خلال ذكرى اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية مع اقتراب انتهاء فعليات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وشدد جوتارش على أن الأسلحة التنووية هي القوة الأكثر تدميرا في العالم وهي لا تحقق الأمن بل الضمار والفوضى يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إمانوال مكرون في البيت الأبيض في الأول من ديسمبر المقبل وذلك حسب ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض وقالت المتحدثة أن الزيارة ستشدد على العلاقة العميقة والدائمة بين واشنطن وباريس أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك أثناء تلقي معلومات غير قابلة للتداول حول تأثير العقوبات على الوضع في إقليم براموري وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له أنه تم تقديم احتجاج إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية واعتبر الدبلوماسي الياباني شخصا غير مرغوب فيه نتيجة لقيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجير يابكوف أن موسكو تعاول على استمرار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة ستارت للحد من الأسلحة الاستراتيجية وأكد رياب كوف أن روسيا لم توقف الحوار مع الولايات المتحدة بما في ذلك الحوار حول القضايا النووية أعلنت الشرطة الأمريكية مقتلى شخص وإصابة ضابط في حادث إطلاق نار بمنطقة تسوق في ضحية هندرسون في مدينة لاس فيجس حيث اقتحم شخص أحد المحال التجارية بسلاح ناري وقامت الشرطة بمقاومته وطوقت شرطة هندرسون منطقة واسعة بالقرب من مركز تسوق لعدة ساعات وأبعدت حركة المرور أثناء إجرائها لعمليات التحقيق أصيب المستشار الألماني أولاف شولتس بفيروس كورونا وقالت السلطات الألمانية أن شولتس خضع لاختبار للكشف عن كوفيد-19 وثابتت إيجابيته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعصير أن العصفة الاستوائيئيان اشتدت لتتحول إلى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من غرب كوبا كانت العصفة تتحرك باتجاه الشمال الغربي نحو كوبا وجزر كايمان بسرعة رياح قصوى تبلغ 120 كم في الساعة ذلك وفق ما أفاده المركز استعد سكان ولاية فلوريدا الأمريكية أيضا للأصول الوشيك للعصفة حيث وضع المركز الأمريكي للأعصير الساحل الغربي للولاية تحت الرقابة بما في ذلك خليك تامبا طلب حاكم فلوريدا السكان بتخزين الطعام والمياه والأدوية والوقود والاستعداد لانقطاع الطيار الكهربائي تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العطية التي تعصف بجزر الكناري منذ أيام إلى إلغاء وتحويل مصار أكثر من 640 رحلة جوية في الأرخبيل خلال الساعة 36 الأخيرة ولفتت الهيئة المشغلة للمطارات الإسبانية إلى أن الأمطار مستمرة ولكن ستكون أقل غزارا مما كانت عليه في نهاية الأسبوع ما جعل من هذا الشهر أكثر شهر تهضل فيه أمطار في التاريخ قدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تعزيل ضحايا الإعصار فيونا الذي اكتاح البلاد وقال ترودو أن الجيش الكندي يواصل المساعدة في إزالة حطام الإعصار من الطرق وأنقاض المنازل في بعض الولايات بالإضافة إلى المساعدة في استعادة عمل شبكة الكهرباء وعلن رئيس الوزراء الكندي أنه يعتزم زيارة المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الجاري جهود ضخمة تبذلها السلطات الكندية لإزالة الدمار الذي خلفته العاصفة العاتية فيونا بالسحل الشرقي في حين حذر المسؤولون من أن طريق التعافي طويل وخفضت السلطات تصنيف فيونا من إعصار إلى عاصفة استوائية حيث ضربت السحل الكندي وأدت إلى سقوط خطوط الكهرباء وجرفت المنازل من على الشاطئ إلى البحر وأكدت الشرطة الكندية أن العاصفة قوية ولم تشهد البلاد مثلها من قبل إذ تعرضت أجزاء من خمس مقاطعات لأمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها إلى 160 كم في الساعة مع وجود فيضانات واسعة النطاق وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص من جانبه أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عزمه نشر الجيش في مقاطعة نوفا سكوشا متعاهدا بتقديم كافة المساعدات للمناطق المتضررة وسط تحذيرات من أن الأمر قد يستغرق أياما لاستعادة الطيار لأن سرعة الرياح ما زالت مرتفعة للغاية لبدء العمل في خطوط الكهرباء المعطلة وكان آخر إعصار استوائي ضرب نوفا سكوشا في عام 2003 وأطلق عليه إعصار أخوانا وكان عاصفة من الفئة الثانية أودت بحياة شخصين وألحقت أضرارا جسيمة بالمباني والنباتات إلى وقفة مع أخبار الرياضة يلتقي منتخب مصر اليوم ثلاثاء مع منتخب لايبيريا وديا ضمن استعدادات الفرعنة لتصفيات يوم مفريقيا 2023 اختتم المنتخب تدريبات بقيادة روي فيتوريا استعددا لتلك المواجهة والمقرر إقامتها باستادي الإسكندرية شرك في الميران جميع اللاعبين بعد رحيل الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح بينما اكتفى الثنائي محمود حمز الوينش وأحمد سيد زيزو بتدريبات في صالة الرياضة بعد خوضهما لمباراة الزمالك بدور أبطال إفريقيا شهد الميران عددا من الفقارات التدريبية وتقسيمها في وسط الملعب ثم ركلات ترجيحها فاز منتخب مصر الأولمبي على بنين وديا بهدفين دون رد على ملعب استاد حرس الحدود بالإسكندرية استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقبلة والمؤهلة لأولمبياد فرنسا 2024 وسجل إياد العسقلاني هدفا مبكرا لمنتخب مصر في الدقيقة الثالثة ثم سجل اللاعب إسلام المزين الهدف الثاني للمنتخب في الدقيقة الثالثة والخمسين ودخل المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي بتشكيل مختلف عن المواجهة السابقة بإجراء سبع التغييرات وخلال المباراة إجراء عشر التبديلات في الشوط الثاني يشارك بذلك 21 لعبا طوال اللقاء يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك اليوم نظيره الترجي التونسي في المباراة النهائية للبطولة العربية التي تصطدفها تونس كان الزمالك حقق الفوز على الكويت الكويتي في منافسات نصف النهائي بنتيجة 31 مقابل 25 هذا وسيتأهل الفائز إلى بطولة كأس العالم للأندية سوبرغلوب والمحدد لها أكتوبر المقبل كان الزمالك قد فاز على الترجي في مستهل مشواره بالبطولة بنتيجة 32 مقابل 28 تأهل منتخب إيطاليا إلى أدور نصفا هائل بطولة دور الأمم الأوروبية وذلك عاقب فوزه على المجر بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما بمنافسات الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعة بهذا الفوز رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة فيما توقف رصيد المنتخب المجرية عند 10 نقطة في المركز الثاني ويفقد فرصة التأهل للمربع الذهبية أعلن نائب بمجلس الدوم الروسي أعلن أنه لا يستبعد تعليق بطولة الدور المحل الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري معربا عن أمله في أن لا يحدث ذلك وضف أن هناك معلومات تفيد بتفاوض الاتحاد الروسي ووزارة الدفاع ووزارة الرياضة كما تم إنشاء مقر لحل مشكلات التعبئة توجى فريق ريال مدريد بلقب كأس سوبر الإسباني لكرة السلة وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية بنتيجة 89 نقطة مقابل 83 نقطة للعام الخامس على التوالي توجى فريق ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني لكرة السلة ليواصل هيمنته على اللقب الريال فاز باللقب بعد تغلبه على غريمه التقليدي فريق برشلونة في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة بلاسيو سان بابلو في مدينة إشبيلية بنتيجة 89 نقطة مقابل 83 الانتصار المهم هو الرابع تواليا للريال على حساب البرسا حيث واصل برشلونة فشله في كسر عقدة الريال للعام الرابع على التوالي ويتوقف رصيده عند خمسة ألقاب كان آخرها قبل سبع سنوات على حساب فريق أونيكاخا المباراة بدأت بإثارة كبيرة وهو ما عكسته نتيجة الربع الأول الذي انتهى بفارق نقطتين فقط للفريق الملكي بنتيجة 17 مقابل 15 ثم عاد برشلونة بقوة في الربع الثاني لينتهي بفارق 10 نقاط بنتيجة 22 مقابل 12 وينتهي النصف الأول من المباراة بنتيجة 37 مقابل 29 للبرسا الريال استعاد توازنه في الربع الثالث الذي أنهه بفارق 14 نقطة بنتيجة 26 مقابل 12 قبل أن تعود الهيمنة للبلوغرانا في آخر أرباع المباراة ثم يلجأ الفريقان لوقت إضافي من 5 دقائق بعد نهاية اللقاء بالتعادل 71 نقطة لكل فريق الوقت الإضافي شهد قمة الندية والإثارة حيث شهد سجالا بين الفريقين إلى أن حسم الميرينج الأمور في الأوقات الحاسمة بفارق 6 نقاط ليستهل الريال موسمه بلقب السوبر الخامس على التوالي وثامن في الشكل الجديد للبطولة والآن مشاهدين وقفة مع أخبار الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بغبر طقس مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا لختم هذه الجولة الإخبارية وهذا تذكير بأبرز أهم عنوينها الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي مع بلغاريا على شط الأصعدة الرئيس السيسي يواجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية والبيت الأبيض يؤكد عدم موجود دليل على تحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي مشاهدين لمزيدا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة كنا معكم في هذه النشرة نادا رضا وأنا هشام عبدالتواب إلى اللقاء اشتركوا في القناة